كان هناك شاب غني يعيش مع زوجته وابنه الرضيع وفي أحد الأيام أصيب بمرض خطير وتوفي وبعدها حضر عم الطفل وأدى استعداده لتربية ابن أخيه المتبقي من عائلته والقيام على ممتلكاته قالت له زوجة أخيه سأوقع لك توكيلا يخولك بالتصرف في ممتلكات زوجي رحمه الله قام العم ببيع كل أموال أخيه المتوفي وسافر إلى أمريكا وحصل على عمل وأصبح يملك مالا كثيرا ثم تزوج وصار لديه أولاد وأصبحت ثروته تزداد يوما بعد يوم ونسي أمر زوجة أخيه وابنها اللذان كان يعيشان حياة الفقر ويحصلان على قوت يومهما بمساعدة أهل الخير في أحد الأيام قرر العم العودة إلى بلده بأمواله الطائلة وبعد مرور خمسة عشر عاما على غيابه واشترى قطعة أرض كبيرة وبنى عليها منزلا فخما وحوض سباحة واشترى سيارات وفتح شركته التي كان يجني منها أموالا طائلة وعندما سمع ابن أخيه الذي أصبح شابا بقدوم عمه ذهب ليسأل عليه ويطالبه بمال أبيه المتوفي لكن عمه رفض استقباله وبعث إليه الحارس ليقول له قال لك صاحب البيت إياك أن تأتي لهذا البيت مرة أخرى عاد الشاب لأمه حزينا مكسور الخاطر فقال لأمه عم هو من تبقى من عائلتي رفض رؤيتي وظلمنا وسلب منا كل أموالنا فقالت أمه حسبي الله ونعم الوكيل قام العم بتجهيز البيت بأفخم أنواع الأثاث ثم أرسل لعائلته للقدوم لبلدهم وعند وصولهم استقبلهم في المطار فرحا بقدومهم وأثناء عودتهم تعرضوا لحادث سير فضيع ما أدى إلى وفاتهم والمفاجأة أن ذلك الشاب اليتيم هو الوريث الوحيد لعمه لم يكن يعلم أن الله سخر له عمه الوحيد ليستثمر ماله مدة خمسة عشر عاما فيعود المال مع أرباحه للشاب اليتيم والعبرة من هذه القصة أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 شكرا